يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على أنيس النفوس وشمس الشموس إمامنا علي بن موسى الرضا سلام على قائم آل محمد سلام على حسين ونحره الدامي وصدره الضامي سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياس الحلقة الثالثة بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك في الحلقة الماضية بدأت جوابي على سؤال على سؤال مهم وخطير جداً هل توفي رسول الله صلى الله عليه وآله مقتولاً أم أن الأمر ليس كذلك لقد قتلوا رسول الله هذه الأمة الملعونة ألا لعنة الله عليها التي كذباً وخداعاً ضحكوا علينا ضحكوا علينا وقالوا لنا من أنها مرحومة الأمة الأمة المرحومة هي الأمة التي والت علي وآل علي إنهم قلة قليلة هذه الأمة أمة ملعونة مرتدة كافرة الأحاديث في كتب الشيعة وفي كتب السنة تتحدث عن الصحابة من أنهم ارتدوا ارتدوا عن دين رسول الله صلى الله عليه وآله الأحاديث في أهم كتبنا وفي أهم كتب السنة وقد مر الكلام بهذا الخصوص السؤال عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله حدثتكم في الحلقة الماضية عبر عرض لمجموعة ليست قليلة من المعطيات بالرجوع إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وبالرجوع إلى أحاديثهم ورواياتهم وأضفت إلى ذلك بعض المعطيات من كتب أعداء العترة الطاهرة إنهم أتباع السقيفة المجرمة التي قتلت رسول الله إنها السقيفة المشؤومة البغضة اللعينة السقيفة بني ساعدة وما أنتجت وما أنتجت ما أنتجت من كفر ونفاق وضلال وتيه لازال مستمرا إلى هذه اللحظة وسيبقى مستمرا حتى يوم الخلاص وحينما يأتي إمامنا سيأتي بكتاب جديد الأحاديث تقول من أنه سيأتي بكتاب جديد وأمر جديد إنه على العرب شديد لماذا لأن العرب هم الأشد نصبا وعداء للعترة الطاهرة وهذا واضح واضح في قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم بتفسير العترة الطاهرة لا بتفسير السقيفتين الضالتين أتحدث عن سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوسي وهي أضر وأضل وألعن من سقيفة بني ساعد إنها سقيفة مراجع النجف وكربلاء الطوسيين سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة على أي حال عرضت ما عرضت عليكم من المعطيات في الحلقة الماضية ولا زلت مستمرا في الاتجاه نفسه فإنني سأعرض في هذه الحلقة ما أستطيع أن أعرضه بحسب الوقت وسأكمل كلامي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى والتي ستكون حلقة أخيرة في مجموعة هذه الحلقات التي عنوانها زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز الكتاب الذي بين يدي كمال الدين وتمام النعمة وفي هذه الطبعة هكذا عنو كمال الدين وإتمام النعمة هناك اختلاف في عنوانه لكن المعنى واحد كمال الدين وتمام النعمة كمال الدين وإتمام النعمة كتاب للصدق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران رواية طويلة وهي مهمة جدا وإن كان المراجع الطوسيون المخذولون في النجف وكربلاء من أمثال الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر وغيرهم يضعفون هذه الرواية أما خطيبهم الوائل فإنه يسخر منها يسخر منها بسخرية سخيفة جدا وقبيحة جدا هذه الرواية هي التي ورد فيها تفسير إمامنا الحجة لما جاء في سورة مريم كاف ها يا عين صاد الرواية طويلة وأذهب إلى موطن الحاجة مما يرتبط بحديثي في هذه الحلقة إنه سعد ابن عبد الله الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه من عيون الشيعة في قم ومن رواة حديث العترة الطاهرة الرواية طويلة سعد يقول من أن ناصبيا أشكل عليه إشكالا والحديث طويل سأختصر الكلام أشكل عليه إشكالا مضمونه هكذا سأله من أن أبا بكر وعمر حين أسلم أسلم طوعا أو كرها سؤال دقيق المعروف أن أبا بكر وعمر أسلم في مكة حينما كان النبي صلى الله عليه وآله في مكة سؤال ذكي حين أسلم أبو بكر وعمر في مكة فهل أسلم طوعا أو كرها فسعد الأشعر بقي متحيرا ماذا يجيب إذا قال أسلم طوعا إذا لماذا تقولون يا معاشر الشيعة من أنهما كان من كبار المنافقين هذا واضح في عقيدة الشيعة من أن أبا بكر وعمر من كبار المنافقين هذه عقيدة الشيعة في كتبه والشيعة ما جاءوا بهذا من عند أنفسهم هذا هو كلام العترة الطاهرة أوصانا رسول الله أن نتمسك بالكتاب والعترة وما أوصانا أن نتمسك بالصحابة هل هناك من حديث يقول لنا تمسك بالكتاب والصحابة في أي مكان تمسك بالكتاب والعترة هذا الحديث موجود في كتب الشيعة وفي كتب السنة وكبار علماء السنة يصححونه يصححون هذا الحديث ويعدونه من صحاح الأحاديث صحيح أنهم يحرفون مضمونه ويحرفون معناه مع أن معنى الحديث واضح جدا أنا لا أريد أن أناقشهم هذا الموضوع ناقشته في برامج السابقة وبنحو مفصل فالعترة صلوات الله عليها هي التي وصفت الأول والثاني بالنفاق وبالضلال وبالكفر وهي التي لعنت الأول والثاني تارة تصريحا وتارة تلميحا وكتبنا تعجوا بهذه المضامي لا شأن لي بما يرقعه أولئك الأوغاد من نجاسات من نجاسات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء الذين يلقبون أنفسهم بآيات الله العظمى لا شأن لي بما يقولون ولا شأن لي بدينهم وقذارتهم كتبنا موجودة وهي مشعونة بهذه الحقائق بل من بديهيات العقائد الشيعية هذه المضامي وهذه المضامين مبثوثة في الأدعية والزيارات والخطب والأحاديث والروايات فليس هناك من كتاب من كتبنا الحديثية الكبيرة والصغيرة يخلو من هذه المضامين تارة بالإجمال وتارة بالتفصيل فهذا السؤال ذكي حين أسلم أبو بكر وعمر في مكة هل أسلم طوعا أو كرها تحير سعد الأشعري ماذا يقول يقول إذا قلت أسلم طوعا سيأتي الإشكال إذا لماذا تقولون من أن الإسلام ومن أن الإيمان لم يدخل في قلبيهما وهذا هذا المعنى من بديهيات المعاني في كتبنا في الكاف الشريف وغيره من أن الإيمان ومن أن الإسلام لم يدخل في قلبيهما هذا هو الكلام الموجود في ديننا وعقيدتنا تريدون أن تقبلوا الأمر راجع إليكم تريدون أن ترفضوا تلك مشكلتكم ابحثوا لكم عن دين جديد هذا هو ديننا وهذه هي عقيدتنا هذا الكلام من دون تقية من دون مجاملات من دون مصانعات ومن دون أكاذيب ومن دون رتوش أو تزيينات هذا هو الكلام الصريح الواضح ما يصطلح عليه في ثقافة العترة الطاهرة بمر الحق هذا هو مر الحق في عقيدة دين العترة الطاهرة من الآخر وإذا قالوا لكم شيئا غير هذا فهذا هو دين المراجع دين المراجع لا علاقة له بدين العترة الطاهرة أنا أحدثكم من صميمي وأعماقي عقائد دين العترة الطاهرة فكرهم الموجود في قرآنهم المفسر بتفسيرهم والموجود في حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وتلك أدعيتهم وزياراتهم مشحونة بهذه المضامين ما بين التصريح والتلميح وقع سعد في مشكلة ماذا يقول هل أسلم طوعا إذا لماذا تقولون عنهم من أنهم لم يؤمنوا أصلا أو أسلم كرها هذا ليس ممكن لأن النبي لم يكن قادرا أن يدافع عن أتباعه الذين اتبعوا دينه ما كان يمتلك من قوة كان الإسلام ضعيفا فليس هناك من قوة عند النبي عند المسلمين كي يرغم الآخرين على اعتناق الإسلام ولو بنحو ظاهري فبقي الرجل متحيرا الحكاية مفصلة يذهب بعد ذلك إلى سام الراء يزور الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه قطعا كان هذا بعد ولادة إمام زماننا وكان صغيرا كان الإمام الحجة صغيرا الإمام العسكري حين طلب منه سعد الأشعري أن يجيبه على أسئلته أمر سعدا أن يأخذ الإجابات من إمامه الحجة بن الحسن الذي كان صغير السن فأجابه الإمام الحجة أجاب سعدا الأشعري على كل أسئلته والإمام الحجة هو الذي قال لسعد الأشعري إنني أقرأ من الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئة الإمام يقول لسعد الأشعري ولما قال ذلك الناصبي المجادل ولما قال أخبرني عن الصديق يعني أبا بكر والفاروق يعني عمر هذا كلام ذلك الناصبي الذي جادل سعدا الأشعري ولما قال أخبرني عن الصديق والفاروق أسلم طوعا أو كرها لما لم تقل له بل أسلم طمعا جواب دقيق هذا منطق العترة لا أدري هؤلاء الأغبياء من أمثال الخوئي ومحمد باقر الصدر والسيستاني وسائر المراجع الثولان لماذا يضعفون هذه الرواية ولماذا ذلك الغبي الوائلي يسخر بسخرية سخيفة من تفسير إمامنا الحجة الذي جاء ضمن هذه الرواية ولم قال أخبرني عن الصديق والفاروق أسلم طوعا أو كرها لما لم تقل له بل أسلم طمعا وذلك بأنهما كان يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وفي سائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره فكانت اليهود تذكر أن محمدا يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل بخت نصر هو نفسه الذي يقال عنه نبو خذ نصر غير أنه كاذب غير أن محمدا غير أنه كاذب في دعواه أنه نبي فلما سمع أبو بكر وعمر هذا من اليهود فأتي محمدا فساعداه أظهر إسلامهما فساعداه على قول شهادة أن لا إله إلا الله وبايعاه طمعا في أن ينال كل واحد منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله ولذا أصر على رسول الله أن يتزوج من بناتهما هذا أهم الأسباب لإصرار أبي بكر وعمر أن يتزوج رسول الله من بناتهما فلما آيسا من ذلك آيسا من أن ينال منصبا عاليا فلما آيسا من ذلك تلثما وصعد العقبة مرتان مرتان حاولا مع بقية المنافقين من الصحابة مرتان حاولا اغتيال رسول الله في العقبة حينما عاد من تبوك وحينما عاد من بيعة الغدير فلما آيسا من ذلك تلثما وصعد العقبة والإمام هنا يشير إلى محاولة الاغتيال عند عودته من تبوك صلى الله عليه وآله تلثما وصعد العقبة مع عدة من أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه فدفع الله تعالى كيدهم وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا ثم يضرب الإمام مثالا يقرب الفكرة لسعد كما أتى طلحة والزبير علي عليه السلام فبايعاه وطمع كل واحد منهما أن ينال من جهته ولاية بلد فلما آيسا نكثا بيعته وخرجا عليه فصرع الله كل واحد منهما مصرع أشباههما من الناكثين يعني أن عاقبة طلحة والزبير كعاقبة الأول والثاني وسائر المنافقين من صحابة النبي صلى الله عليه وأهله الكلام واضح وصريح والمعلومة دقيقة دقيقة المعلومة دقيقة جدا فإن الرجلين بحسب بحسب كلام إمام زماننا أظهر إسلامهما طمعا عندهم مخطط وهذا المخطط تجلى بعد ذلك في كتابة الصحيفة وتجلى بعد ذلك في تخلفهم عن جيش أسامة وتجلى بعد ذلك في واقعة رزية الخميس وتجلى صريحا في تركهم لرسول الله مسجع من دون أن يدفن وذهبوا كاللصوص إلى سقيفة بني ساعدة وهناك نفذوا مؤامرته ثم كان الذي كان من سلبهم لفدك وكان الذي كان من هجومهم على بيت أمير المؤمنين وكان الذي كان من قتلهم من قتلهم للزهراء وإسقاط جنينها محسن وكان 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 وستمر الأمر على هذا المنوال وإلى هذا اليوم فإن أتباعهم لا تميل قلوبهم إلى العترة الطاهرة وإن كانوا يعلنون بألسنتهم من أن حب أهل البيت واجب في الوقت الذي يقولون هذا الكلام لكنهم يحاولون بكل الطرق وكل الوسائل أن يخفوا فضيلة أهل البيت وأن يجعلوا الفضيلة دائما لأولئك الصحابة المجرمين الذين قتلوا رسول الله وارتدوا على أدبارهم القهقرة مثلما تصفوا أحاديث البخاري ومسلم الكلام واضح في حديث إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وإذا أردنا أن نبحث هنا وهناك في كتب القوم فإننا نجد الوفير من الوقائع والعديد من الأحاديث من أن عمر زمان رسول الله في المدينة كان كان يذهب إلى اليهود كرارا ومرارا وكان يأخذ منهم كتبهم وكان يتعلم منهم وفي بعض الأحيان يقول هذا الكلام لرسول الله وآثار الغضب على وجه رسول الله كانت واضحة للجميع أقرأ لكم حديثا ينقل لنا صورة تخبرنا عن هذه المضام إنه مثال أنا لا أريد أن أتتبع هذا الموضوع ليس مهما بالنسبة لي لكنني أريد أن أقول لكم من أن آثار الحقائق التي عندنا موجودة في كتبهم وهذه الأحاديث تنتشر في صحاحهم لو كان المقام لتفصيل القول في هذه المسألة لجئتكم بصحاحهم وبكتبهم وجوامعهم الحديثية لقطة سريعة هذا الحديث منقول عن جابر بن عبد الله الأنصار عن عبد الله بن ثابت من صحابة النبي يقول عبد الله بن ثابت جاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من يهود من قريضة بنوا قريضة قوم من اليهود كانوا يقطنون بالقرب من المدينة إني مررت بأخ لي هؤلاء أخوته هو الذي يقول هذا حديث عمر يا رسول الله إني مررت بأخ لي من يهود من قريضة فكتب لي جوامع من التوراة ثم قال لرسول الله أفلا أعرضها عليك عبد الله بن ثابت يقول فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بتراء تعني دينا أبتر ودين القوم دين أبتر نحن نعرفه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله عبد الله بن ثابت قال لعمر مسخ الله عقلك مسخ الله عقلك ألا ترى ما بوجه رسول الله ما الذي تفعله أنت النبي الأعظم مرارا وكرارا نهاه عن التهوق وهذا موجود في كتبهم وأحاديثهم والتهوق هو الرجوع إلى عقائد اليهود هو الأخذ بدين اليهود مرارا وكرارا النبي الأعظم نهى عمر عن التهوق وهذه المطالب وهذه المضامين موجودة في أمهات كتبهم أنا جئت بهذا مثالا جئت بهذا مثالا وجئت بهذا أنموذجا من الواقع الذي كان الصحابة عليه وأوردت هذه الصورة كي تعرفوا أن الحقائق التي عندنا هي هي حقائق الحقائق مثلما قال إمام زماننا لسعد الأشعري من أن الرجلين أسلما طمعا أسلما طمعا نذهب إلى فاصل كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه وهو أقدم كتاب عندنا هذا هو الجزء الثاني من كتاب سليم بن قيس إنها النسخة التي حققها محمد باقر الأنصاري هذه هي الطبعة الثانية 1416 للهجرة مؤسسة نشر الهادي قم المقدسة سليم بن قيس توفي في سنة السادسة وسبعين للهجرة هذا حديث طويل مفصل يبدأ من الصفحة 696 ويستمر إنني سأقرأ من الصفحة الحادية بعد السبع مئة أمير المؤمنين هو الذي يقول وهو القائل يتحدث عن عمر الحديث طويل وفيه الكثير من التفاصيل وهو القائل يوم الخندق لأصحابه الأربع هؤلاء هم القريبون من عمر والذين اشتركوا في كتابة الصحيفة المشؤومة التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية نقرأ كلام أمير المؤمنين وهو القائل أي عمر يوم الخندق لأصحابه الأربعة أصحاب الكتاب والرأي أصحاب الكتاب أصحاب الصحيفة المشؤومة والرأي الذين يخططون أصحاب التخطيط وهو القائل يوم الخندق لأصحابه الأربعة أصحاب الكتاب والرأي والله والله أن ندفع محمدا إليهم إلى الأحزاب إلى قريش والذين جاءوا معهم لمهاجمة المدينة إنها غزوة الأحزاب غزوة الخندق هذا هو الذي كان يتبناه عمر بحسب أمير المؤمنين في أقدم كتاب من كتبنا لا شأن لي بما يقوله المعتوهون من نجاسات الشيطان العظمى في النجف وكربلاء في الحوزة الطوسية اللعينة هذه أحاديث أهل البيت وأحاديث أئمتنا يشرح بعضها بعضا اجمعوا بين هذه المعطيات بين المعطيات التي عرضتها لكم في الحلقة الماضية وبين هذه المعطيات وما بقي من المعطيات التي سأعرضها بين أيديكم في حلقة اليوم أو في حلقة يوم غد بعد أن تجمعوا بين كل المعطيات ستكون النتيجة واضحة كالشمس في رابعة النهار والله أن ندفع محمدا إليهم برمته نسلم من ذلك لأنهم كانوا خائفين جدا والله أن ندفع محمدا إليهم برمته نسلم من ذلك حين جاء العدو من فوقنا ومن تحتنا كما قال الله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا وظنوا بالله الظنون وقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هذه الآيات هي آيات سورة الأحزاب فقال له صاحبه يعني أبا بكر لا ولكن نتخذ صنما عظيما نعبده فأبو بكر كان أكثر دهاء من عمر ولذا في أحاديث أهل البيت يطلقون عليه هذا الوصف الحبتر الحبتر من أسماء أبي بكر في أحاديث العترة الطاهرة والحبتر هو الثعلب الماكر جدا هذا ما هو كلامي أنا أنقل لكم ما هو موجود في كتبنا ما هو موجود في أحاديث أئمتنا هذا هو الموجود في كتبنا هذا ما هو كلامي لا هو بتحليل من عندي ولا باستنتاج من عندي نفسي إنها الحقائق التي نعتقد بأنها حقائق وهي موجودة في أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها إذا كان أصحاب العمائم من الكذابين والأفاقين من عمائم النجف وكربلاء يقولون لكم شيئا غير هذا طالبوهم بالمصادر طالبوهم قولوا لهم في أي مصدر كذابون هؤلاء سفلة منحطون هذه هي الحقائق فقال له صاحبه لا لا نقوم بهذا الأمر لماذا هناك احتمال أن محمدا سيتمكن منهم سينتصر عليهم فقال له صاحبه لا ولكن نتخذ صنما عظيما نعبده لأن لا نأمن أن يظفر ابن أبي كبشة المشركون في قريش هكذا كانوا يصغرون النبي وهذا الوصف له حكاية لست بصدد تناولها الآن فكفار قريش كانوا يقولون عن النبي بأنه ابن أبي كبشة وهذا يردد الكلام نفسه لأن لا نأمن أن يظفر ابن أبي كبشة فيكون هلاكنا ولكن يكون هذا الصنم لنا ذخرا فإن ظفرت قريش أظهرنا عبادة هذا الصنم وأعلمناهم أننا لن نفارق ديننا لماذا لأننا دخلنا في الإسلام طمعا تلاحظون أن الحقائق تأتي جلية تأتي جلية هذا الكتاب مؤلفه وجامع أحاديثه توفي في السنة السادسة والسبعين للهجرة ورواية سعد الأشعري قبل شهادة إمامنا الحسن العسكري بفترة وجيزة جدا وإمامنا الحسن العسكري استشهد مقتولا مسموما في السنة الستين بعد المائتين المنبع واحد والحقيقة واحدة وأعلمناهم أن لن نفارق ديننا وإن رجعت دولة ابن أبي كبشة يعني محمدا صلى الله عليه وآله كنا مقيمين على عبادة هذا الصنم سرا فنزل جبرائيل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك ثم خبر به رسول الله صلى الله عليه وآله بعد قتل بعد قتل ابن عبد ويت بعد أن قتل أمير المؤمنين ابن عبد ويت فدعاهما النبي دعا أبا بكر وعمر فقال كم صنم عبدتما في الجاهلية فقال يا محمد لا تعيرنا بما مضى في الجاهلية فقال صلى الله عليه وآله لهما فكم صنم تعبدان يومكما هذا فقال والذي بعثك بالحق نبي ما نعبد إلا الله منذ أظهرنا من دينك ما أظهرنا فقال يا علي خذ هذا السيف فانطلق إلى موضع كذا وكذا فاستخرج الصنم الذي يعبدانه فهشمه فإن حال بينك وبينه أحد فاضرب عنقه فانكبى على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال استرنا سترك الله فقلت أنا لهما أنا لهما كان يشفع لهما عند رسول الله فقلت أنا لهما أضمن لله ولرسوله ألا تعبدا إلا الله ولا تشرك به شيئا فعاهدا رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك وانطلقت حتى استخرجت الصنم من موضعه وكسرت وجهه ويديه وجذمت رجليه جذمتها قطعتها وجذمت رجليه ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فوالله أمير المؤمنين يقول فوالله لقد عرفت ذلك في وجههما علي حتى مات كلما التقيتهما إلى أن مات حينما ينظران إلى وجهي يتذكران تلك الحادث الإمام يقول فوالله لقد عرفت ذلك في وجههما علي حتى مات ماذا نستنتج من هذه المعطيات خصوصا إذا أضفنا هذه الصورة إلى المعطيات المتقدمة الكتاب الذي بين يدي من كتب أتباع سقيفة بني ساعد إنه كتاب المغازي للواقد وهو من أقدم كتب التأريخ الواقد متوفى سنة ميتين وسبعة للهجرة هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة السابعة والثلاثين بعد المائتين بسنده بسند الواقد كان خالد بن الوليد يحدث وهو بالشام يقول الحمد لله الذي هداني للإسلام لقد رأيتني ورأيت عمر بن الخطاب رحمه الله حين جالوا وانهزموا يوم أحد وكان عمر في أول الفارين فهو متخصص بالفرار آيات القرآن تتحدث عن فراره وفرار الصحابة عموما وكتب التأريخ وجوامع الحديث بالرغم من أنهم حذفوا الكثير من الأحاديث ودلسوها وحرفوها ولكن الحقائق لا زالت باقية في كتب التأريخ والسيار فهذا كلام خالد بن الوليد الحمد لله الذي هداني للإسلام لقد رأيتني ورأيت عمر بن الخطاب رحمه الله حين جالوا وانهزموا يوم أحد وما معه أحد وإني لفي كتيبة خشناء فما عرفه منهم أحد غيري فنكبت عنه لم يتعرض له لماذا مع أننا نعرف من أن خلافا موجودا بين خالد وعمر حتى في الزمن الجاهل هناك نفرة نفسية بين الرجلين فخالد كان مترفا جدا من عائلة غنية جدا وأسرته من الأسر التي تعد في علية القوم أبوه الوليد ابن المغيرة المخزومي من سادة قريش ومن أكثر الناس رفاهية في حياته في حياته ومعيشته في ذلك الوقت فكان خالد بن الوليد كان مدللا مدللا جدا ومرفها بينما عمر بن الخطاب من أسرة هي من قاع المجتمع من أسرة حقيرة جدته صهاك محروفة من الشريفات جدا وأمه كذلك حنتم تأريخ قبيح وهذا موجود في كتب التأريخ والسير والأنساب هذا ما هو كلامي أنا أنقل لكم معلومات لس محللا ولا أتبنى فكرة أحد إنني أضع المعطيات والحقائق بين أيديكم لماذا لم يقتل خالد عمر لقد قتل خالد جمعا كبيرا من المسلمين المجموعة التي أمرها رسول الله أن تحمي ظهر جيش النبي الذين كانوا عند الجبل قتلهم خالد بأجمعهم وقتل الكثير من المسلمين لماذا لم يقتل عمر اجمعوا بين هذه المعلومات لأنهم يعرفون من أن الرجل لم يكن مسلما حقيقيا لماذا لم يقتله وإني لفي كتيبة خشناء إنها قوة ضاربة قوات النخبة في جيش قريش وهذا عمر إذا كان شخصا مهما مثل ما يقولون ومن أن النبي كان يدعو قبل أن يعلن عمر إسلام كان يدعو ويطلب من الله أن يعز الإسلام بعمار شخصية مهمة في الإسلام لماذا لم يقتله خالد أليس هكذا يقولون من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو ويطلب من الله أن يعز الإسلام بعمار لقد رأيتني ورأيت عمر بن الخطاب رحمه الله حين جالوا وانهزموا يوم أحد وما معه أحد وإني لفي كتيبة خشناء هذه قوات النخبة في جيش قريش فما عرفه منهم أحد غيري فنكبت عنه وخشيت إن أغريت به من معي لو قلت لهم هذا عمر أن يصمد له أن يقتلوه فنظرت إليه موجها إلى الشعب موجها كان فار باتجاه الشعب فكان عمر فار وخالد عرفه دقق النظر في هذه الكلمات يقول فنكبت عنه غيرت مساري غير مساره ومساره المجموعة العسكرية التي كانت معه وفوق هذا قال وخشيت كان يخاف عليه لماذا يخاف عليه وخشيت إن أغريت به من معي أن يصمد له لأن الذين معه من عامة قريش ما كانوا يعرفون سر عمر أما خالد وإن كان يبغض عمر لكنه كان يعرف سر عمر وما هو موقفه من النبي ما هو الموقف الحقيقي وما معنى إسلامه ولذا تركه بل حافظ عليه يقول فنكبت عنه وخشيت إلى آخر كلامه كان يخاف عليه أن يتعرض لخطر هذا كتاب الواقدي هذا ما هو كتاب شيعي وهل كان خالد ابن الوليد هل كان إنسانيا إلى هذا الحد البعيد ماذا نقرأ في كتاب سليم بن قيس في المصدر الذي قرأت عليكم قبل قليل منه في الصفحة الخامسة والستين بعد الثمانمئة فأرسل عمر يستغيث هذا حينما هجموا على دار أمير المؤمنين هنا سليم بن قيس ينقل هذا الخبر المفصل عن عبد الله بن عباس خبر طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار لماذا أرسل عمر يستغيث لأن أمير المؤمنين قد أخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه وجأ أنفه أي داس على أنفه بحذائه الرواية هكذا تقول فوثب علي بن أبي طالب فأخذ هذا كلام عبد الله بن عباس فوثب علي بن أبي طالب فأخذ بتلابيب عمر أي جمع ثيابه من عند صدره هذا المراد أخذ بتلابيب عمر وكان عمر طويل القامة كان أطول من أمير المؤمنين كان طويل القامة وضخم الجثة وكان مصارعا لكنه كان جبانا الأحاديث تقول وكتب السير مثل ما فعل في خيبر فرجع يجبن أصحابه ويجبنون هذا موجود في كتب القوم هذا موجود في كتب السير والأحاديث في كتب التأريخ فرجع عمر يجبن أصحابه ويجبنون هذا ما هو كلامي ولا بكلام الشيعة موجود في مصادر القوم وليس المقام منعقدا للدخول في تفاصيل هذه الموضوعات لو كان المقام منعقدا لذلك لجئتكم بأمهات مصادرهم فوثب فوثب علي بن أبي طالب فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته دهس على رقبته وعلى أنفه بحذائه وهم بقتله فذكر هذا كلام عبد الله بن عباس يقول فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصى به من الصبر والطاعة لأن النبي قال له إذا وجدت أنصارا فقاتلهم قاتل هؤلاء اللعنة وإذا لم تجد أنصارا فاصبر لكن القوم هجموا على داره واعتدوا على الزهراء فماذا يفعل فقال أمير المؤمنين قال لعمر بعد أن داس على أنفه ورقبته بحذائه فقال والذي كرم محمدا بالنبوة يبنى صحاك وصحاك جدته كانت شريفة جدا من النساء الرخيصات المعروفات بالزنا والفاحشة القذرة والذي كرم محمدا بالنبوة يبنى صحاك لولا كتاب من سبق لعلمت لعلمت أنك لا تدخل بيتي لولا كتاب من سبق من سبق يشير إلى رسول الله لولا كتابه لولا وصيته لعلمت أنك لا تدخل بيتي لهذا أرسل عمر يستغيث مع أن عدد الذين كانوا مع عمر يصل إلى الثلاثمائة هذا ما هو موجود في بعض الكتب التي ذكرت التفاصيل هناك عدد كثير الذين حملوا الحطبة لإحراق بيت أمير المؤمنين فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار هؤلاء هم الصحابة دخلوا الدار لأجل الاعتداء على عائلة رسول الله على بنت رسول الله فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة عليها السلام فحمل عليه أمير المؤمنين فحمل عليه بسيفه فأقسم على علي فكف أقسم عليه أن يتوقف قطعا أقسم عليه برسول الله بأي شيء أقسم عليه حتى كف علي أقسم عليه برسول الله فأرسل عمر يستغف انظروا إلى هذه النصوص هذه النصوص حقيقية ومن هنا ومن هنا أعرف أن العداء بين الصحابة والعتر ليس مزاحا إنه عداء على أصل الدين فأرسل عمر يستغيث فأقبل الناس حتى دخلوا الدار وسل خالد بن الوليد السيف ليضرب فاطمة عليها السلام فخالد ابن الوليد هذا هو حاله هذا هو حاله لماذا لم يكن قد سل سيفه لقتل عمر خالد ابن الوليد هو الذي قتل ذلك الرجل الذي قال عنه رسول الله بأنه رجل من أهل الجنة إنني أتحدث عن مالك بن نوير رضوان الله تعالى عليه خالد بن الوليد حل ضيفا في داره ومالك بن نوير أكرمه غاية الإكرام فغدر به وقتله وزنى بزوجته في الليلة نفسها لأن زوجة مالك بن نوير كانت جميلة جدا يضرب المثل بجمالها ويسمون هذا يسمون هذا بجهاد في حرب الردة في حروب الردة أي ردة هذه وأي جهاد هذا فخالد بن الوليد قتل مالك ابن نوير غدرا وقطع رأسه وزنى بزوجته زنى خالد كان معروفا وأنا لا أستغرب هذا أنا لا أستغرب هذا لأنني حين أقرأ في القرآن في سورة القلم ولا تطع كل حلاف مهين إنها الآية العاشرة بعد البسملة من سورة القلم وما بعدها ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم من هو هذا من هو هذا في كتب السنة والشيعة إنه الوليد ابن المغيرة المخزوم والد خالد خالد هو ابن الوليد والوليد أبو خالد هو الوليد ابن المغيرة المخزوم هو هذا الذي تتحدث عنه هذه الآيات ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبن أحد أبنائه خالد الله هو الذي يصف الوليد المخزوم بهذا الوصف عتل بعد ذلك زنيم الزنيم هو ابن الزنة الله هو الذي يشهد بهذا هذا ما هو بكلام المؤرخين الله هو الذي يقول عن والدي خالد ابن الوليد بأنه ابن زنة فهو زنيم والزنيم هو ابن الزنة أو أن أهباءهم من أبناء الزنة أو أن أمهاتهم من الزانيات المشهورات أو أنه كان من المأبونين المعروفين زمان الجاهلية أكثر الصحابة المهاجرين وخصوصا أتحدث عن كبارهم هذا هو تأريخه وهذا ما هو كلامه كتب التأريخ موجودة كتب الأنساب موجودة وكتب السير والحديث موجودة وكل هذا موجود فيها وليس في كتاب أو في كتابين في الكثير من الكتب في أحاديث العترة الطاهرة فإن ابن الزنة لا يطهر لا يطهر إلى سبعة أظهر إلى الجيل السابع تبقى نجاسة الزنى نجاسة الزنى المعنوية ونجاسة الزنى المادية في تراكيب الجسم وأعضائه وما يترتب من أثار ومن فعل وفاعلية في جوارح الإنسان وأحاديث العترة تخبرنا من أن ابن الزنة يبقى يحن إلى الزنة يبقى يحن إلى الزنة يستطيب الزنة فهذا ما هو بغريب على خالد بن الوليد هذا هو الواقع فخالد الذي أراد أن يقتل فاطمة الزهراء بالسيف لولا أن تداركها أمير المؤمنين وخالد هو الذي قتل مالك ابن نويرة ذلك الرجل الصحابي الجليل الذي وصفه رسول الله بأنه من أهل الجنة قتله غدرا وكان ضيفا في بيته وقطع رأسه وزنى بزوجته أية قباحة هذه ويقال له سيف الله المسلول هذا وصف أمير المؤمنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو سيف الله المسلول هذا سيف الشيطان هذا سيف السقيفة اللئمة اللعينة المسلول لماذا لم يقتن خالد عمار دققوا النظر في كلامه لقد رأيتني ورأيت عمر بن الخطاب رحمه الله حين جالوا وانهزموا يوم أحد وما معه أحد فإن قتله سيكون سهلا جدا أن يأمر جنديا من الجنود الذين معه بقتله وسيقتله وإن عمر ما هو من الرجال الشجعان سوف يقتله أقل الجنود الرجل منهزم من المعركة هذه كتبه وهذا كلامه خالد بن الوليد فأنا لا أقرأ من كتاب شيعي هنا وما معه أحد وإني لفي كتيبة خشناء فما عرفه منهم أحد غيري فنكبت عنه وخشيت إن أغريت به من معي إذا ما أخبرتهم من أن هذا عمر أن يصمدوا له أن يقتلوه فنظرت إليه موجها إلى الشعب وهو يفر باتجاه الشعب والحكاية لا تقف عند هذا الحد سؤال غريب وفي الحقيقة ما هو بغريب الذي يعرف الحقائق لا يستغرب هذه الأمور من الكتاب نفسه من كتاب المغازي للواقدي المتوفى سنة مئتين وسبعة للهجرة من طبعة نفسها ولكن من الجزء الثاني صفحة 471 إنها غزوة الخندق الغزوة التي قبل قليل قرأت من كتاب سليم بن قيس وماذا قال أمير المؤمنين عن عمر وهو يقترح على جماعته أن يسلم رسول الله إلى قريش ولكن أبا بكر ولكن أبا بكر اقترح اقتراحا آخر من أنهم يحتمون بالصنم الذي كانوا يعبدونه كانوا يعبدونه صنما صفحة 471 وحمل ضرار ابن الخطاب هذا الخطاب لا علاقة له بالخطاب الذي ينتسب إليه عمر فضرار ابن الخطاب كان فارسا معروفا من فرسان قبيلة قريش وهو أحد الفرسان الذين عبروا الخندق في واقعة الأحزاب حينما عبر ابن عبد ود عبر مجموعة من الفرسان الخندق ودخلوا إلى المدينة باتجاه النبي والمسلمين من جملة الذين عبروا الخندق بخيولهم هو أحد فرسان قبيلة قريش ضرار ابن الخطاب وكما قلت لكم الخطاب هنا لا علاقة له بالخطاب الذي ينتسب له عمر إنما هو تشابه في الأسماء وحمل ضرار ابن الخطاب متى بعد أن قتل أمير المؤمنين ابن عبد ود فر الذين كانوا معه لما فروا ركض المسلمون وراءهم يرمونهم بالحجارة وقتلوا واحدا منهم سقط في الخندق قتلوه بالحجارة فلما فروا صار عمر بن الخطاب أسدا ركض وراءه ضرار ابن الخطاب وهو يجري باتجاه الخندق نظر وإذا عمر خلفه فوضع الرمح في صدر عمر ولكنه ما قتله ما قتله وحمل ضرار ابن الخطاب على عمر ابن الخطاب بالرمح متى بعد أن قتل أمير المؤمنين ابن عبد ود وفر هؤلاء الفرسان ركض المسلمون وراءهم يضربونهم بالحجارة فهنا حمل ضرار ابن الخطاب على عمر وحمل ضرار ابن الخطاب على عمر ابن الخطاب بالرمح حتى إذا وجد عمر مس الرمح لم يضربه فقط قرب الرمح من جسمه من صدره حتى إذا وجد عمر مس الرمح رفعه عنه لماذا لماذا لم يقتله وقال هذه نعمة مشكورة ضرار ابن الخطاب قال لعمر هذه نعمة مشكورة فأنا لا أريد قتلك فاحفظها يا ابن الخطاب إني قد كنت حلفت لا تمكنني يدايا من رجل من قريش أبدا من قريش أي ممن لهم صلة بقريش وإلا فإن ضرار ابن الخطاب قد قتل عددا من المسلمين من قريش وغير قريش لكن المراد هنا هناك ارتباط مع قريش اجمعوا بين هذه المعلومات قد يقول قائل من أن بعض المعلومات ليست دقيقة وهذا صحيح كتاب سليم بن قيس كتاب تعرض للتحريف وما قرأته من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سقط منه كلام لكن لا أستطيع أن أناقش كل صغيرة وكبيرة والوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب لماذا لم يقتل ضرار ابن الخطاب في واقعة الخندق عمار وقد وصل رمحه إلى صدر عمار حتى إذا وجد عمر مس الرمح رفعه عنه لماذا هذه الحكاية تتكرر لماذا خالد بن الوليد ما قتل عمار لماذا ضرار بن الخطاب ما قتل عمار لماذا ولماذا ولماذا اجمعوا بين هذه المعلومات اجمعوها إذا كان عمر شخصية مهمة في الإسلام فلماذا لم يقم هؤلاء بقتله لماذا نذهب إلى فاصل هذا كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 544 إنه الحديث السادس أصحاب العقبة إنها عقبة تبوك حينما حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله هناك طريق ضيق على الجبل وهم جاءوا بمجموعة دباب وهذا ما نقرأه في دعاء صنمي قريش ودباب دحرجوها دعاء صنمي قريش هو قنوة أمير المؤمنين صلوات الله عليه في صلاته والذي يبدأ اللهم العنصنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما المجموعة التي قتلت رسول الله من جملة الجرائم التي تحدث عنها أمير المؤمنين في دعاء صنمي قريش ودباب دحرجوها ما المراد من الدباب إنها أكياس جلدية تصنع إما من جلود الحمير أو من جلود الثيران تجعل كالكرة الجلدية تملأ بالصخور والحجارة أكياس جلدية من جلود الحمير أو جلود الثيران تملأ بالصخور والحجارة وتشد أو تخاط صنعوا مجموعة دباب وجاءوا بها واختفوا بين الأحجار والصخور في ذلك الطريق الجبل وألقوا بتلك الدباب بين أرجل ناقة النبي حتى تتعثر وكان الوقت ليلا شديد الظلام حتى يسقط رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الواد السحيق في الطريق الضيق هذا بجانب الطريق هناك واد سحيق الحكاية مفصلة في رواياتنا وكتبنا والأمر هو هو مذكور في كتبهم في كتب أعداء العترة الطاهرة من أتباع سقيفة بني ساعد وسأضرب لكم مثالا من ذلك أعود إلى ما جاء مذكورا في كتاب الخصال بسنده بسند الصدق عن حذيفة بن اليمان لأن حذيفة كان برفقة النبي صلى الله عليه وآله فحدث وميض واضح حدث وميض واضح استنار المكان وحذيفة رآهم جميعا عن حذيفة بن اليمان أنه قال الذين نفروا برسول الله ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر أبو الشرور في بعض الروايات إنهم خمسة عشر يبدو يبدو أن الراوي قد ارتبك في ذكر الأسماء يفترض أن الإسم الأول هو أبو بكر وأبو بكر كنيته في حديث العترة أبو الفصيل أما أبو الشرور فهي كنية عثمان وأبو الدواهي هذه كنية عمار وأبو المعازف هذه كنية معاوية في أحاديث أهل البيت يكن بأب الملاهي وبأب المعازف وأضرب لكم مثالا من تفسير إمامنا الحسن العسكري إنها طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الخامسة والتسعين بعد المائتين إنه الحديث الحادي والسبعون بعد المائة من أحاديث العترة الطاهرة والحديث عن إمامنا الجوات صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري صلوات وسلام على فنائه الأقدس أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية فإن الرواية طويلة وجهر بشتم أب الفصيل فأب الفصيل هو أبو بكر وأب الدواهي هو عمر وأب الشرور هو عثمان وأب الملاهي هو معاوية وترك التقية إلى آخره الرواية طويلة جئتكم بمثال من أحاديث أهل البيت التي تذكر هذه الكنى وهذه الأوصاف فالرواية خلية من ذكر أب الفصيل وابتدأت بذكر أب الشرور يبدو أن خللاً قد حدث في الرواية أقرأ الرواية كما هي أب الشرور وهو عثمان بحسب ثقافة العترة الطاهرة بحسب أحاديثنا وكتبنا وأب الدواهي وهو عمر وأب المعازف وهو معاوية وأبوه أبو سفيان لأنه كان من جملة الذين اشتركوا في محاولة اغتيال رسول الله في عقبة تبوك وطلحة وسعد ابن أبي وقاص وأبو عبيدة الجراح وأبو الأعوار والمغيرة المغيرة ابن شعبة هذا الذي قال له إمامنا الحسن من أنك ضربت فاطمة في هجوم عمر على دارها ضربتها حتى أدميتها والمغيرة وسالم مولى أبي حذيفة وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم وهموا بما لم ينالوا إنها الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة ومر الكلام بخصوصها في الحلقة الماضية لكنني أذكركم يحلفون بالله ما قالوا هؤلاء ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا هموا بقتل رسول الله لكنهم ما استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك حينما خططوا ما خططوا في عقبة تبوك وكرروا الأمر بعد واقعة الغدير ولكن في نهاية الأمر سمموا رسول الله وقتلوا من طريق زوجتي وسيأتي الكلام مفصلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وإلى هذا يشير حذيفة بن اليمان وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم وهموا بما لم ينالوا هل تستغربون إذا قرأت عليكم من كتاب من أشهر كتب أتباع السقيفة بني ساعدة إنه المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 للهجرة كتاب مشهور جدا وهذا ابن حزم ناصبي بامتياز سوبر ناصبي سوبر ناصبي ابن حزم الأندلسي سوبر ناصبي بين النواصب الجزء السابع من كتابه المعروف بالمحلى المحلى بالآثار وهذه الطبعة الطبعة الداري العالمية إنها الطبعة الأولى 2021 ميلادي القاهرة مصر صفحة 424 وأما حديث حذيفة هذا الحديث الذي قرأته عليكم حذيفة بن اليمن وأما حديث حذيفة هذا وغيره من أحاديث حذيفة عن واقعة اغتيال رسول الله وأما حديث حذيفة فساقط لماذا؟ الحديث موجود في كتبهم نحن لا نتوقع منهم أن يقبلوا لكنه موجود في كتبهم ومن طرقهم وأسانيدهم وليس من طرقنا وأسانيدنا إذا كان الكلام عن الطرق والأسانيد وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد ابن جميع وهذا من رواتهم وليس من روات الشيعة وأما حديث حذيفة فساقط لأنه من طريق الوليد ابن جميع وهو هالك لا يعملون بحديثه لماذا؟ لأنه نقل الحقائق وهو هالك ولا نراه يعلم من وضع الحديث فإنه قد روى أخبارا فيها أخبارا وليس خبرا واحدا فإنه قد روى أخبارا فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هكذا يقول هو لم يصلي الصلاة البتراء هنا بحسب الكتاب الذي بين يدي فإنه قد روى أخبارا فيها فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك الموضوع بكامله موجود عندهم وليس في خبر واحد هو قال روى أخبارا وهذه الأسماء واضحة وأنا أقرأ من الكتاب نفسه من المصدر نفسه الطرق والأسانيد طرقهم وأسانيدهم المصادر سنية المصادر سقيفية والرواة سقيفيون والمعلومات سقيفية نحن لا نتوقع منهم أن يقبلوها لكن آثار الحقيقة موجودة اجمعوا بين هذه الحقائق الذي يبحث عن الحقيقة لا يبالي لا يبالي لا يبالي بمصدر المعلومات هل المصدر سني أم شعي علي أن يبحث عن مضمون المعلومات وكيف يتحقق من مضمون المعلومات حينما تجمع المعطيات وحينما تشكل لوحة متكاملة بحيث إذا أردنا أن نرفع جزءا منها فإن اللوحة ستكون مخرومة وحينئذ لا بد من إرجاع ذلك الجزء إلى مكانه فإن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها هذا هو قانون الحقائق المحمدي الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي يقول إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب النورة بغض النظر عن المصادر الشيعية أو السنية إذا كنت تبحث عن الحقيقة فإن الحقيقة تحمل قيمتها في نفسها فاجمعوا بين هذه المعطيات هذه المعلومات ليست من عندي وليست من أبي أو جدي ولا جئت بها من بيث عمتي أو خالتي هذه المعلومات ما هي باستنتاجات ولا هي بتحليلات هذه المعلومات لم أنقلها لكم من الشبكة العنكبوتية من الفيسبوك مثلا هذه المعلومات لم أنقلها بالواسطة نقلت لكم المعلومات من كتب الشيعة ومن كتب السنة من المصادر الأصلية إني حين أقدم لكم لبنا فإنني آتيكم باللبن من ضرع أمه وهذه الحقائق بين أيديكم فهذه المعلومات موجودة في كتب القاوم ولكنهم يكذبونها وهذا أمر طبيعي جدا ماذا نتوقعه منهم يقول وهذا هو الكذب الموضوع الذي يطعن الله تعالى واضعه ما هو الدليل على أن الكلام هذا هو كذب لا يوجد دليل لا عند ابن حزم ولا عند غيره هذه حقائق الأمور تستبين من خواتيمها فما الذي حدث بعد رحيل رسول الله عن الدنيا هل جرت الأمور مثل ما خطط رسول الله لقد فرض على المسلمين بيعة الغدير بأمر من الله فأين بيعة الغدير لقد أراد أن يكتب للمسلمين كتابا لا تضل الأمة من بعده إن تمسكت به فأين هذا الكتاب لقد أوصى الأمة بالتمسك بالكتاب والعترة وقال لها ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا فهل تمسكت الأمة بوصية رسول الله هذا ماذا فعلوا بالعترة الواقع هو الذي يخبرنا عن صدق هذه الحقائق الواقع يحدثنا واقع التأريخ وواقعنا الحاضر أيضا الأمور واضحة للذي يريد أن يصل إلى الحقيقة نذهب إلى فاصل من الأكاذيب المسخرة التي ضحك بها على هذه الأمة التافهة الغبية قالوا لهذه الأمة الغبية الحمقاء التافهة المتحيرة في أمرها الملعونة المخذولة التي لا توفق لها قالوا لها بأن امرأة يهودية صنعت للنبي صلى الله عليه وآله طعاما مسموما حينما كانت واقعة خيبار بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وآله بيد علي علي هو الذي فتح خيبار وإلا فإن القوم رجعوا رجعوا يجبنوا بعضهم بعضا فأبو بكر ذهب لفتح خيبار ورجع فارا منهزما يجبن أصحابه ويجبنون ويوبخهم ويوبخون وفي اليوم الثاني أخذ الراية عمر والنبي إنما أراد أن يفضح هؤلاء وأن يشخص موقف الكرار صلوات الله وسلامه عليه ورجع عمر منهزما يجبن أصحابه ويجبنون ويشتمهم ويشتمون حكاية خيبار فتحها علي فتحها علي صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن عمر يقول ما شبعنا ما شبعنا حتى فتحت خيبار ما شبعنا حتى فتحت خيبار على أي حال وهذا الكلام موجود في البخار وغيره في صحاحهم ما شبعنا حتى فتحت خيبار فضل علي يحوطهم من جميع الجهات لكنها أمة مخذولة سهفلة منحطة هكذا يضحكون على هذه الأمة الغبية من أن امرأة يهودية عمدت إلى ذراعشات فشوتها وسممتها وجاءت بها إلى رسول الله يقولون من أن النبي أكل منها وبقي أثر ذلك السم إلى أن توفي صلى الله عليه وآله بسبب ذلك السم أتعلمون متى حدثت واقعة خيبار واقعة خيبار على رواية سقيفة بني ساعدة وقعت في شهر محرم في السنة السابعة من الهجرة وعلى رواياتنا وقعت في شهر رجب في السنة السابعة من الهجرة في السنة السابعة من الهجرة وقعت واقعة خيبار فإذا صدقوا فيما قالوا فإن السم دخل إلى جسم النبي في السنة السابعة من الهجرة النبي متى توفي متى رحل عن هذه الدنيا توفي النبي صلى الله عليه وآله متى في الثامن والعشرين من شهر صفار في السنة الحادية بعد العاشرة منطقي هذا الكلام هذا الكلام منطقي وأقول للشعة ستجدون هذا في رواياتنا أيضا وهذه الروايات نحن لا نعمل بها إنها روايات صيغة بلسان التقية لكن الثلانة من مراجعنا من مراجع الحوزة الطوسية من علماء الحوزة الطوسية يقبلون هذا الكلام لا أريد أن أخوض في كلامهم ولا شأن لي بهم ألا لعنة الله على دينهم وعلى معتقداتهم وعلى آرائهم الهزيلة الحكاية الحقيقية هنا هنا في تفسير إمامنا الحسن العسكري الحكاية طويلة سأقرأ منها ما يوضح لكم الصورة إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة الحادية والخمسين بعد المئة إنه الحديث الخامس والثمانون هكذا يحدثنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه في تفسيره الشريف هذا التفسير الذي ينكره الخوئي وسيستاني ومحمد باقر الصدر وسائر المراجع لكن الحقائق موجودة في هذا التفسير ماذا يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه وأما كلام الذراع المسمومة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما رجع من خيبار إلى المدينة وقد فتح الله له جاءتهم رأة من اليهود قد أظهرت الإيمان ومعها ذراع مسمومة مشوية فوضعتها بين يدي هناك كلام أذهب إلى موطن الحاجة وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله البراء ابن معرور وعلي بن أبي طالب البراء ابن معرور كان بدويا فسبق رسول الله ومد يده فأخذ لقمة من الذراع المسمومة من ذراع الشات المسمومة أمير المؤمنين قال له يا براء لا تتقدم على رسول الله فإن النبي ما مد يده لماذا مددت يدك وأخذت شيئا من هذا اللحم يا براء لا تتقدم على رسول الله فقال له البراء وكان أعرابيا كان بدويا لا يحسنوا كيف يتصرف فقال له البراء يا علي كأنك تبخل رسول الله يعني كأنك يا علي تجعل رسول الله بخيلا بحيث لا يسمح لي أن أأكل من هذا اللحم فقال علي ما أبخل رسول الله ولكني أبجله وأوقره ليس لي ولا لك ولا لأحد من خلق الله أن يتقدم رسول الله بقول ولا فعل ولا أكل ولا شرب فقال البراء ما أبخل رسول الله أصر على أن يأكل قبل أن يأكل رسول الله فقال علي ما لذلك قلت ولكن هذا هذا الذراع ولكن هذا جاءت به هذه وكانت يهودية ولسنا نعرف حالها فإذا أكلته بأمر رسول الله أي بعد أن يأكل رسول الله فهو الضامن لسلامتك منه وإذا أكلته بغير إذنه وكلت إلى نفسك يقول علي هذا والبراء يلوك اللقمة إذ أنطق الله الذراع فقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة النبي ما أكل منا وسقط البراء في سكرات الموت ولم يرفع إلا ميتا هذه الحقائق هذه الحقائق وانظروا إلى خذلان مراجع النجف وكربلاء حين ينكرون هذا التفسير هذه الحقائق اجمعوا بين هذه الحقائق اجمعوها ستجدون الصورة واضحة مثل ما قلت لكم من هذه الشاشة تعرفون الحقائق مثل ما قلت لكم إن الدين الذي لا يستطيع أن يثبت حقائقه من داخله فما هو بدين محمد صلى الله عليه وآله هذا دين شيطان هذا دين سقيفة بني ساعد دين سقيفة بني طوس ديننا هنا في قناة القمر دين العترة الطاهرة بحدود ما نستطيع بحدود ما نستطيع بحدود ما نستطيع قذارات السقيفتين موجودة موجودة في عقولنا لا نستطيع أن نتخلص منها بشكل كامل لكننا نحاول ونحاول ونحاول والتوفيق من بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وقت الحلقة انتهى لكنني أجد من الضرورة أن أقرأ لكم بعضا مما جاء في هذا الحديث الطويل المفصل هذا الحديث الذي ينقله لنا المفضل بن عمر ردوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق وهو حديث طويل حديث طويل كشف فيه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الكثير من الحقائق أرى من الضروري أن تطلع عليها لا أستطيع أن أقرأ الحديث بكامله لأنه حديث طويل جدا سأدلكم على مصدره إذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيل الحديث فعودوا إليه لكنني سأنقل لكم منه جانبا إنني أقرأ عليكم من البرهان في تفسير القرآن وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية لهاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه هذا هو الجزء الثالث من الطبعة التي تشتمل على ثماني مجلدات إنها طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الحديث هو الحديث الخامس يبدأ من صفحة مية واثنعاش ويستمر الحديث إلى صفحة مية واسبعطعش حديث طويل من صفحة مية واثنعاش إلى صفحة مية واسبعطعش بسنده عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لولا أحاديث إمامنا الصادق لقد ذهبنا ضلالا ذهبنا ضلالا في جهلنا وجهالتنا ما أنقذنا ما أنقذنا إلا حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي لقبه بالصادق كي يجعل هذا اللقب علامة 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 لنا من أن الصدق من هنا من أن هذا الذي يقال له الصادق سيتكلم كثيرا سيتكلم ويتكلم ويتكلم ولا يتكلم إلا بالصدق والحقيقة فخذوا الصدق من هنا من هذا الصادق وإلا فهم كلهم صادقون لكنها علامة علامة محمدية إنها علامة واضحة تشير إلى الصراط المستقيم من هنا من هنا من هنا صراطكم المستقيم إذا كنتم تبحثون عنه وهذا بعض شيء بعض شيء من كلمات صادق العترة صلوات الله عليه الحديث مهم جدا لكن لماذا سأصنع للوقت وهو طويل طويل ما لا يدرك كله كما يقول سيد الأوصياء لا يترك كله أو لا يترك جله المفضل بن عمر يقول سألت مولاي جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهما صلوات الله على جعفر وعلى محمد على الباقر والصادق سألت مولاي جعفر بن محمد الصادق عن قول الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعي قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين انظروا انظروا إلى مترجم القرآن هذه كلمات الصادق هؤلاء هم تراجمة الوحي فقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه الحجة البالغة التي تبلغ الجاهلة من أهل الكتاب فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه هذه هي الحجة البالغة الحجة البالغة التي تبلغ الجاهلة من أهل الكتاب فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه لأن الله تعالى أكرموا وأعدلوا من أن يعذب أحدا إلا بحجة ثم تلا جعفر بن محمد صلوات الله عليه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون هذا هو منطق الحكمة وهذا هو منطق الله وهذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق العقل نذهب إلى فاصل الحديث الطويل الذي قرأت لكم مقدمته يشرح لنا الأوضاع زمان نبينا صلى الله عليه وآله ويركز القول على كبار المنافقين كبار المنافقين الأسماء التي دار الحديث عنها في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة إنهم قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم قتلت فاطمة الزهراء صلوات الله عليه سأقرأ بعضا من الحديث فأقبل أن نضر بن الحارث هو من جملة هذه المجموعة فسلم على رسول الله وقال يا رسول الله إذا كنت أنت سيد ولد آدم وأخوك سيد العرب وابنتك فاطمة سيدة نساء العالمين وابناك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعمك حمزة سيد الشهداء وابن عمك ذو الجناحين جعفر إنه جعفر الطيار وابن عمك ذو الجناحين يطير مع الملائكة حيث يشاء وعمك جلدة بين عينيك وصنو أبيك إنه العباس النبي هكذا وصف عمه العباس بأنه جلدة ما بين عينيه ومن أنه صنو أبيه صنو أبي رسول الله وعمك جلدة بين عينيك وصنو أبيك وبنوا شيبة لهم السدانة أنت أعطيتهم السدانة هي كانت لهم في الجاهلية والنبي أعطاها لهم أعطاها لهم يقولون له يا رسول الله من أنك تتصرف كما تشاء فما لسائر قريش والعرب إنك أخذت كل شيء لك ولعائلتك فما لسائر قريش والعرب فقد أعلمتنا في بدء الإسلام أن إذا كنا آمنا بما تقول كان لنا ما لك وعلينا ما عليك النبي قال هذا الكلام ولكنه يقصد حقوق الحياة الدنيوية فأطرق رسول الله طويلا ثم رفع رأسه فقال ما أنا والله فعلت بهم هذا بل الله فعل بهم هذا فما ذنبي هل تشخصون الواقع الذي كان يدور حول رسول الله إنه الحسد 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 القاتل فأطرق رسول الله طويلا ثم رفع رأسه ماذا يجيب هؤلاء كيف يتعامل معهم فقال ما أنا والله فعلت بهم هذا جعفر الطيار هو الذي قدم يديه في المعرك فقطعت الله عوضه بجناح لماذا أنت تعترض لماذا تعترضون يا أولاد الحرام لماذا تعترضون فقال ما أنا والله فعلت بهم هذا بل الله فعل بهم هذا فما ذنبي فول النظر ابن الحارث وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فأنزل الله مقالة النظر ابن الحارث ونزلت هذه الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إلى قوله وهم يستغفرون فبعث رسول الله إلى النظر ابن الحارث الفهري فأحضره وتلا عليه الآية فقال يا رسول الله إني قد أسررت ذلك جميعا أنا ومن لم تجعل له ما جعلته لك ولأهل بيتك من الشرف والفضل في الدنيا والآخرة فقد أظهر الله ما أسررنا به أنا والمجموعة المنافقة ويتحدث عن المجموعة المنافقة الذين يدور الحديث عنهم في هذه الحلقات في الحلقة الماضية وهذه الحلقة والحلقة القادمة فقال يا رسول الله بعد أن تلا رسول الله عليه الآية يا رسول الله إني قد أسررت ذلك جميعه أنا ومن لم تجعل له ما جعلته لك ولأهل بيتك من الشرف والفضل في الدنيا والآخرة فقد أظهر الله ما أسررنا به أما أنا فإني أسألك أن تأذن لي فأخرج من المدينة فإني لا أطيق المقام بها لا يطيق المقام بها حسدا لمنزلة رسول الله ولمنزلة أهل بيته فإني لا أطيق المقام بها فوعظه النبي وقال إن ربك كريم فإن أنت صبرت وتصابرت لم يخلك من مواهبه فرض وسلم فإن الله يمتحن خلقه بضروب من المكاره ويخفف عن من يشاء وله الخلق والأمر مواهبه عظيمة وإحسانه واسع فأبى النضر بن الحارث وسأله الإذن سأله الإذن أن يخرج من المدينة فأذن له رسول الله فأقبل إلى بيته النضر ابن الحارث الفهري فأقبل إلى بيته وشد على راحلته ثم ركبها مغضبا وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فلما صار بظهر المدينة صار خارج المدينة فلما صار بظهر المدينة وإذا بطير في مخلبه جندلة الجندلة الصخرة الصغيرة وإذا بطير في مخلبه جندلة فأرسلها عليه فوقعت على هامته ثم دخلت في دماغه وخرجت من جوفه خرجت من جوفه خرجت من دبره ووقعت على ظهر راحلته وخرجت من بطنها من بطن الناقة فاضطربت الراحلة وسقطت وسقط النظر ابن الحارث من عليها ميتين مات هو وناقته فأنزل الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج هؤلاء كافرون هذا كافر والمجموعة التي معه مجموعة كافرة لكن النظر ابن الحارث لم يكن ضمن مجموعتهم التي اتفقت على برنامج المؤامرة في تلك الصحيفة المشؤومة وبعد ذلك نفذوه في سقيفة بني ساعد فبعث رسول الله بعد ذلك إلى المنافقين الذين اجتمعوا ليلا مع النظر ابن الحارث قبل أن يخرج من المدينة فتلى عليهم الآية وقال خرجوا إلى صاحبكم الفهر حتى تنظروا إليه فلما رأوه انتحبوا وبكوا وقالوا من أبغض عليا وأظهر بغضه قتله علي بسيفه يشيرون إلى الذين قتلهم أمير المؤمنين في غزوات رسول الله ولذا كانوا يسمونه بقتال العرب وقالوا من أبغض عليا وأظهر بغضه قتله علي بسيفه ومن خرج من المدينة كهذا الناظر بغضا لعلي أنزل الله عليه ما نرى فماذا نصنا هم يرون الحقيقة أمام أعينهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من شيعة علي مثل سلمان وأبي ذار والمقدات وعمار وأشباههم من ضعفاء الشيعة فأوحى الله إلى نبيه ما قالوا فلما انصرفوا إلى المدينة أعلمهم رسول الله فحلفوا بالله كاذبين أنهم لم يقولوا فأنزل الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا إنها الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة التي تلوتها عليكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة فأنزل الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم بظاهر القول لرسول الله إنا قد آمنا وأسلمنا لله وللرسول فيما أمرنا به من طاعة علي وهم بما لم ينال من قتل محمد ليلة العقبة إنها عقبة تبوك فيما هم بإخراج وإخراج وإخراج ضعفاء الشيعة من المدينة بغضا لعلي وتغيضا عليه وما نقم لازالت الآية تتواصل في المعنى والإمام يبين مضمونها وما نقم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بسيف علي في حروب رسول الله وفتوحه كما ذكرت لكم قبل قليل من أن عبد الله بن عمر في البخار وغيره يقول ما شبعنا حتى فتحت خيبر وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بسيف علي في حروب رسول الله وفتوحه فإن يتوب يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير فلما تلاها رسول الله قالوا تبنا يا رسول الله بألسنتهم دون قلوبهم ومن هنا فإننا نقول عنهم بأنهم منافقون هؤلاء كافرون من جهة من الجهات كفروا بالغدير ومنافقون لأنهم كانوا يكذبون على رسول الله يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر اجمعوا هذه المعطيات اجمعوها اجمعوا هذه المعطيات الحديث مشحون بالمعلومات لكن وقت الحلقة صار طويلا اجمعوا بين هذه المعطيات التي وضعتها بين أيديكم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة وانتظروا بقية المعطيات في حلقة يوم غد ان شاء الله تعالى اللهم يا رب الحسين اللهم يا رب الحسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام نلتقي غدا على مودة فاطمة وآل فاطمة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله اشتركوا في القناة